السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية خامس اليوم ان شاء الله رح نكمل درس الساعات اخذنا المرة الماضية كيف نجمع الساعات اليوم رح نحي كيف نطرح الساعات اليوم طرح الساعات هلأ يا خامس حكينا المرة الماضية النقطتين الرأسيتين هاي بتيجي بين الساعة وبين الدقيقة اذن الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة الساعة العاشرة وسبعة دقائق هلأ بدي أعطيكم الطريقة طريقة الطرح كيف نطرح الساعات من بعض رح اقرأ السؤال وهون كانت بلكم نوتس ملاحظة عشان نعرف متى نستخدم الجميع ومتى نستخدم الطرح بدأ رسام رسم لوحة الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة مساء وانتهى من الرسم الساعة العاشرة والسابعة مساء احسب الزمن الذي أنضاه في رسم اللوحة هلأ بما أنهم ذكروا زمن الانتهاء إذن نطرح زمن بدء الرسم من زمن الانتهاء حتى نحسب الفرق في الوقتين وهذا الزمن الذي أنضاه إذن بما أنهم ذكروا زمن الانتهاء يعني خلص من رسم اللوحة إحنا بنشوف قديش الزمن اللي بينهم يعني قديش أخذ وقت لحتى بين ما بلش فيه رسم اللوحة ولحتى انتهى من رسم اللوحة بما أنهم ذكروا زمن الانتهاء يعني خلصنا إذن نطرح بين الزمنين حتى نعرف قديش أضى وقت وهو بيرسم بالرسمة إذن بدأ رسام رسم لوحة الساعة الثالثة والربع وانتهى الساعة العاشرة والسابعة دقاق تمام احسب الزمن الذي أمضى في رسم اللوحة قديش الزمن اللي ضل هو عم بيرسم بهاي اللوحة نطرح الكبير من الصغير دائما نطرح عندنا الكبير ناقص الصغير من أكبر 3 ولا 10 طيب منحطهم تحت بعض 10 و 7 ناقص 3 و 15 دقيقة يلا يا 5 نطرح هلا في عندي 7 وفي عندي 15 هل بقدر أطرح 7 دقائق من 15 دقيقة كمان مرة عندي 7 دقائق وعندي 15 دقيقة هل بقدر أطرح 7 من 15 طبعا لا إذا للدقائق فيها مشكلة يا خامس صار عندي مشكلة هون بروح عندي الساعة تقول تساعديني أعطي لي من عندك ساعة واحدة بس ساعة بتقول ماشي بقدر أعطيك ساعة بس حولي لي إياها لا دقائق عشان تخديها بدي أحولك إياها لدقيقة عشان أدر أعطيك إياها مش أنت دقيقة كي بدك تخدي مني ساعة تمام كمان مرة عندي 15 أكبر من سبعة ما بيزبط أنقص السبعة من 15 عنو 15 هي اللي أكبر من سبعة طيب تمام بروح لوين لعندي العشرة بقولها يا ساعة بتقدر تساعديني وتعطيني من عندك ساعة بتقول أه بقدر أعطيك ساعة بس أنت دقائق بقولها مش مشكلة بحولك لا دقائق الساعة كم دقيقة فيها ستين بتروح بتعطيها لمين للسبعة شو بتصير سبعة وستين كنا حكتب الملاحظة هون لاحظ أن الخمسطاش أكبر من سبعة إذا الخمسطاش هي اللي أكبر من سبعة لذلك نستلف الساعات نأخذ منها ساعة كاملة نأخذ منها ساعة كاملة ونحولها إلى دقائق الساعة من أخذها من حولها إلى دقائق الساعة شو تساوي ستون دقيقة تمام هاي أول خطوة ثم نضيف الستون إلى السبعة شو بتصير ستين زائد سبعة بتصير سبعة وستين دقيقة هيني كتبتلكم الملاحظة يا خامس السبعة أقل من الخمسطاش وأنا ما بصير أنا قص صغير من كبير صار في عندي مشكلة في الدقائق تمام لهون تمام بروح عند العشرة بقولها تساعديني وتعطيني من عندك ساعة بتقول أنا بقدر أعطيكي الساعة بس أنت دقائق بقولها مش مشكلة بقدر أحولها لدقيقة الساعة كم دقيقة فيها ستون دقيقة بطيفها الدقائق اللي هون بتصير ستين زائد سبعة سبعة وستين إذن شو عملنا هون هاي أشي خدنا منها واحد صارت تسعة أعطت لمين أعطت ستين هاي بتصير سبعة زائد ستين تعني أكتب بالظبط شو صار عندي هاي عندي سبعة عشرة ناقص خمستاش وثلاتة هاي صارت تسعة وهاي صارت سبعة وستين سبعة زائد ستين سبعة وستين هلو بقدر أنقص سبعة ناقص خمس اثنين ستة ناقص واحد خمس تسعة ناقص تلاتة ستة إذن أمضى ست ساعات و اثنان وخمسون دقيقة أمضى ست ساعات واثنان وخمسون دقيقة رح أرجعي دي السؤال هلأ يا خامس عندي هون بدأ الرسام في رسم لوحة الساعة الثالثة والربع وانتهى الساعة العاشرة والسابعة مساء بدنا نحسب الزمان الذي أمضاه في رسم اللوحة ناقصنا زمن الانتهام من زمن البدء الكبير ناقص لصغير لقينا في مشكلة هنا إنه صغير ناقص كبير ما بيزبط رحنا لعند الساعات قلنا ساعدين قالت بقدر أعطيكم مني ساعة وحدة بس بس أنا ساعة وأنتو دقائق قالت لها الدقائق مش مشكلة من حولك لا دقيقة الساعة كم دقيقة فيها ستين حولناها ساعة لستين دقيقة الستين دقيقة عطيناها لمين للسبعة بتصير ستين زائد سبعة أو سبعة زائد ستين بتصير سبعة وستين وهيك بقدر أنقصها وأطلع الوقت تمام رأعطيكم كمان مثال مثال ثاني بدأ أحمد قراءة الكتاب الساعة الثانية والربع مساء وأنهى قراءته الساعة الحادية وعشر وتسعة مساء احسب الزمن الذي أمضاه في قراءة الكتاب رح أكتب نفس الإشي بما أنهم خليكم معي خامس بما أنهم ذكروا زمن الانتهاء بما أنهم ذكروا زمن الانتهاء إذن نطرح بين زمن بدأ القراءة وزمن الانتهاء من القراءة هيك بنطرح بين الزمنين رح أطرح الكبير ناقص لصغير زي ما عملنا قبل شوي نطرح الكبير من الصغير قديش الانتهاء الحادي عشر وتسعة ناقص لأنه كبير ناقص صغير ناقص اثنين وخمستاشر دقيقة 11 وتسعة ناقص اثنين وخمستاشر يلا يا خامس في نفس المشكلة التسعة أقل من خمستاشر يعني لازم خمستاشر ناقص تسعة بيكون تمام إذن الخمستاشر أكبر من التسعة شو رح نعمل هون منروح منقولها يلا ساعدينا بتقول ماشي بعطيكم مني ساعة بتصير عشرة لما تعطيهم ساعة بس بتقول أنا ما بقدر أعطيكم مياه لأنكم دقائق بحول هلا دقائق الساعة كم دقيقة فيها ستين بضيفها على التسعة بتصير تسعة زائد ستين تسعة وستين هلا بكتب لكم شو حكيت أنا بما أنه خمستاشر أكبر من تسعة نستلف ساعة واحدة من لحدعش ونحولها إلى دقائق لتصبح ستون دقيقة ماشي أخذنا منها ساعة بتصير عشرة هلا أعطتهم ساعة بس حولناها لدقائق الساعة فيها ستين دقيقة شو بتصير تسعة زائد ستين رح أعمل هون شو سأطلع معي بالأخير 11 وتسعة ناقص اثنين وخمستاش هاي بتصير عشرة وهاي شو صارت عندي تسعة وستين من واجبنا الستين أخذناها من الـ 11 من واجبنا الستين أخذناها من الـ 11 هلا بنقص ناقص خمسة أربعة ستة ناقص واحد خمسة وثمانية إذن شو زمن الانتهاء الساعة الثامنة إذن قديش أضي أمضى رح نحكي أمضى ثمن ساعات و أربعة وخمسون دقيقة في قراءة الكتاب إذن أمضى ثمن ساعات و أربعة وخمسون دقيقة في قراءة الكتاب إذن أمضى ثمن ساعات و أربعة وخمسون دقيقة في قراءة الكتاب تمام يا خامس كيف نقصنا أخذنا من هاي ساعة حولناها الساعة لدقيقة ستين ضفنا ستين هون لأنه دقيقة نحن نقص هنا دقائق مش ساعات بس ناخذ منها نقصها من خمسطاش وهيك طلعنا زمان القراءة وهون كتبتلكم الملاحظة بما أنه خمسطاش أكبر من تسعة نستيل في ساعة الواحدة من الهداش ونحولها لدقائق لتصبح ستون دقيقة أخذنا ساعة وستون دقيقة أكتب لكم هون كمان ونضيفها ونضيفها إلى التسعة بتصير ستين زائد تسعة ويساوي تسعة وستين هاي الملاحظة عشان تعرفوا شو عملت أنا هاي الملاحظة تمام يا خامس تمام هلا بصور لكم عشان نكتب على الدفتر هلا آخر إشي بنحكي بس عن الأيام والأسابيع والأشهر طبعا السنة فيها اتناشر شهر للسنة فيها اتناشر شهر طيب هلا الأسبوع كم يوم فيه فيه سبع أيام اليوم كم ساعة فيها فيها أتناشر شهر الأسبوع يحتوي على سبع أيام اليوم أربعة عشرين ساعة هلا خلينا نحل هدول المثالين عمر عبد السلام 11 عام قداش عمر عبد السلام 11 عام احسب عمره بالشهور نحسب عمره ايش بالشهور قداش عمره 11 عام رح نحسب عمره بالشهور إذن بدنا نحول من عام إلى شهور هيك نينا نكتب أول إشي نحول من عام الى شهور رح ارجع اعيد السنة فيها 12 شهر والاسبوع فيه 7 ايام اليوم فيه 24 ساعة عمر عبدالسلام قداش عمره 11 عام بدنا نحسب عمره بالشهور منحول من عام الى شهر طب السنة العام نفسها سنة اذا عام هي نفسها ايش السنة من سنة لشهر بضرب ايش ب12 من سنة لشهر بضرب ب12 انا كم عام عندي 11 اذا من عام سنة الى شهر بدي اضرب ب12 شهر اذا قداش بطلع عمره هنا عمر عبدالسلام 11 ضرب 12 ويساوي 132 شهرا ليش عملنا هيك لانه السنة تساوي 12 شهر لانه السنة تساوي 12 شهر من سنة الى شهر بضرب ب12 انا كم سنة عندي 11 ضرب 12 ساوي 132 اقام خلدون وعائلته في العقبة مدة 21 يوم قداش قعدو 21 يوم احسب الزمن الذي مكت خلدون وعائلته بالعقبة مرة بالاسابيع اذا مرة بنحول من يوم الى اسابيع ومرة الثانية بدهم بالساعات يعني من يوم الى ساعات اذا اول ايش رح نحول من يوم الى اسابيع والتاني مرة من يوم الى ساعات طيب هلا حكينا من يوم الى اسابيع نرجع لهون الاسبوع كم يوم فيه سبع ايام الاسبوع في سبع ايام هلا يا خامس لو قلنا من اسابيع الى يوم بضرب بس همته من يوم الى اسابيع عكسي من يوم الى اسابيع اذا شو بعمل بقسم على سبعة اذا نقسم على سبعة نقسم على سبعة 21 تقسيم سبعة ويساوي ثلاثة اسابيع 21 تقسيم سبعة ويساوي ثلاثة اسابيع اذا من يوم الى اسبوع بقسم من يوم الى اسبوع بقسم على سبعة لو كان من اسبوع لا يوم بضرب بسبعة من يوم الى ساعة من يوم الى ساعة اليوم في 24 ساعة اذا اليوم في 24 ساعة اليوم في 24 ساعة تمام شو بعمل هون هون بضرب هون بضرب ايش عندي 21 ضرب 21 عندي ضرب اليوم في 24 ساعة عشان اطلع كل الساعات 504 ساعة او ساعة تمام يا خامس اذا اول اشي بدهم من يوم إلى أسابيع طب أنا بعرف من الأسبوع في سبع أيام من يوم إلى أسابيع أو من يوم إلى كم أسبوع بقسم على سبع قسمنا على سبع بطلع عندي ثلاث أسابيع قضوا في العقابة المطلوب الثاني بدهم بالساعات يعني من يوم إلى ساعة طب أنا اليوم كم ساعة فيه؟ 24 ساعة إذا كان عندي 21 يوم كم ساعة بضرب بـ 24 بيطلع عندي 504 ساعة 504 تمام إذن هنا الأسبوع سبع أيام لهذا الأول اليوم 24 ساعة للتاني رح أرجع أعيد سريع السنة فيها 12 شهر الأسبوع في 7 أيام اليوم في 24 ساعة لما نحول من سنة لشهر من ضرب 12 من أسبوع إلى يوم نضرب ب7 ومن يوم لساعة نضرب ب24 عمر عبد السلام 11 عام اللي هي عام نفسه إير سنة كتبت لكم الملاحظة عام يعني سنة العام أظن فيها سنة من نحول من عام إلى شهر يعني من سنة إلى شهر بضرب بإيش؟ بـ 12 لو حكينا من شهر لسنة بنقسم هلأ قام خلدون وعائلته في العقبة مدة 21 يوم احسب زمن الذي مكث خلدون وعائلته بالعقبة بالأسابيع وبالساعة يعني مرة بنحول من يوم لأسبوع ومرة من يوم إلى الساعة من يوم لأسابيع يعني من يوم لأسابيع رح أقسم على 7 مش أضرب لو من أسبوع إلى يوم بضرب بسبعة لأن الأسبوع فيه 7 أيام أما من أيام لأسبوع العكس بقسم على 7 قسمنا 21 تقسيم 7 من يوم لساعة بضرب بـ 24 لأنه اليوم فيه 24 ساعة خامس نكتب كل اللي أعطيتكم مياه على الدفتر ويا ريت يا خامس نتابع أول بأول وتصوروا لدفاتركم دائماً على المنصة ويعطيكم ألف عافية بالتوفيق للجميع ترجمة نانسي قنقر